في الأحية لولاية غلزانا السلطات المحلية اتخذت قرارا بغلق كل الأسواق الأسبوعية بالولاية وهذا لمدة شهر لمنع تنقل المواشي داخل الولاية وخارجها وحتى دخول المواشي من الولايات المشاورة تفاديا لتنقل داء الحمى القلاعية مؤكدا أن مصالح البيطرة بالولاية سجلت الاشتباه في حالات الإصابة بتعون المشترات الصغيرة حمزة زروقي رصد التالي معلومات وقرارات من وزارة الفلاحة أصدرنا قرارات الأول قرار يتضمن غلق احترازي لجميع الأسواق تاع المواشي في إطار إجراءة الوقائية الخاصة بمكافحة هذا المرض الحمى القلاعية وطاع المشترات الصغيرة وكذلك أصدرنا قرار ثاني الذي يضمن منع تنقل بصفة مؤقتة الحيونات المشترات على مستوى تراب الولاية يعني بما نقدش نأكدك بلي في حالة نفوق لكني لحد الآن احنا يعطينا تعليمات إذا في حالات يعني تاع نفوق لا ضروري باش يكون الحضور تعلق يعني الطبيب البيطاري مع الجهات يعني المحلية يعني السلطات المحلية مع الدرك باش يعني يتأكد يتأكد بلي فيه نفوق وثم يكون في محظر لأنه احنا متخوفين في هلع المربيين سمعوا في بعض الولايات أنه الوزير أعلن أنه فيه ربما تعويضات لكننا لحد الساعة ما نقدش نعلن بلي فيه تعويضات